السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك لفيديو اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجهاز اليوم جايب لكم حل مشكلة نسيان الرمز مدة استخدام الجهاز في خيار قيود المحتوى الناس ما تشوفون لو نروح للعدادات نروح لمدة استخدام الجهاز هذا الخيال هنا بتحصل قيود المحتوى والخصوصية لو تضغط على هذا الخيال لو تفعل هذا الخيال رح يطلب لنك رمز هذا الرمز تختلف من رمز القف للشاشة طبعا هذا رمز ثاني كيف تسترجع هذا الرمز او كيف تغير هذا الرمز بطريقة صحيحة وبدون اخطاء ومشاكل نروح للشرح طبعا الناس نشوفون هذا الخيال قيود المحتوى والخصوصية فيها رمز اريد الغيهة او اريد اضيف رمز ثاني اغيرها كيف الطريقة جدا سهل اول شي انت ناسي الرمز صح او كيف تسترجعها او كيف تغير الرمز حط اي رمز خطأ او كي هذا المحاولة الاول حط رمز ثاني خطأ مرة ثانية حط اي رمز خطأ او كي هذا المحاولة الثاني الثاني او كي بعد ما تحط المحاولة الثاني اضغط على الغاء اضغط على الغاء الحين انزل لتحت بتحصل اضغط على الرجوع يعني يعني بعد ما تسوي محاولتين خطأ الضغط على الغاء الضغط على الرجوع نزل إلى تحت هنا بتحصل تم إضافة بعد ما تسوي محاولتين خطأ راح بتحصل تم إضافة تغيير رمز دخول ميزة مدة استخدمة الجاهد اضغط عليها بعد ما تضغط عليها بتحصل تغيير رمز دخول ميزة مددستجرام الجهاز اضغط عليها اضغط على نسترد رمز الدخول ادخل حسابك في ابل اي دي طبعا بحط حسابي في ابل اي دي وارجع لك اضغط على موافق اضغط الرمز اضغط الرمز وارجع لك بعد ما حطت حساب ابل اي دي الخاص بي ورمز الدخول للحساب ابل اي دي اضغط على موافق اوكي الحين حط الرمز ادخل للرمز المدة استخدام حط رمز ثاني حط الرمز مثلا واحد نين ثلاثة اربعة واحد مرة ثانية نكرر نفس الرمز واحد نين ثلاثة اربعة خلاص الحين تم تغيير رمز الدخول لحساب مدة استخدام الجهاز شوفوا لو تفتح قيود المحتوى والخصوصية تفعل هذا الخيار تحط نفس الرمز واحد اتنين ثلاثة اربعة مباشرة رح يفتح يتفعل الخيار بحظة طريقة تم تغيير رمز قيود محتوى محتوى ومدة استخدام الجهاز لخيود المحتوى والخصوصية وبس يا شباب هذا هو طريقة تغيير رمز تجيل الدخول في قيود المحتوى ادعيكم المقطع اضغط لاعق لفيديو اذا لم تشترك فقر اشترك فقناة وفعل زر جهاز بس مع السلام اشترك فقناة وفعل زر جهاز